امتحان كده مكون من 30 نقطة بمنهج الجغرافية ومنهج ايه التاريخ كل نقطة كده انا حلها ونقول الشرح بتاعها اول حاجة اول سؤال بيقولي هي انصاف دوائر تصل بين القطب الشمالي والقطب ايه الجنوبي انصاف دوائر يا مستر انا عارف ان هي تكون خطوط من الطول طبعا احنا عندنا خطوط الطول ودوائر العرض ده هو الموقع الفلكي خطوط الطول هي اللي انصاف دوائر تصل بين القطب الشمالي والقطب الايه الجنوبي جنوبي لا لا ينور عليك السؤال التاني يقولي والله عندما تدور الارض حول نفسها كده بيكلم ان كوكب الارض بيلف حوالين محوره او حوالين نفسه من الغرب الى الشرق من الغرب للشرق يا ولادي لايه عكس عقارب الساعة مرة كل 24 ساعة الدورة اليومية دي بسميها الدورة اليومية طبعا انا هشح عن كل نقطة طبعا عندي الارض بتعمل دورتين الدورة اليومية صحية كل 24 ساعة وتحدث عندها ظاهرة اسمها ظاهرة الليل والنهار والدورة الثانية اسمها الدورة السنوية ايه هي الدورة السنوية لايه كل 365 وربع يوم طب الدور السنوية دي بينتج عنها ايه بينتج عنها الفصول الاربعة تمام تمام السؤال اللي بعده بيقول لي والله يا مستر هو جسم معتم لا يشاعي ضوء ولا حرارة وبيستمد الضوء من النجوم طب ايه اللي حواليه كده جسم معتم هل هي الكواكب المجرات النيازك الشهب طبعا ما عنديش جسم معتم وهو اللي بياخد الضوء غير الكواكب طبعا لان انا عندي الكواكب تعتبر هي اجسام صغيرة نسبية يعني ايه صغيرة نسبية هي بتكون اقل من ايه من النجوم ومعتمة معتمة يعني ايه ما عندهاش ضوء ولا عنده حرارة وما لزاي مستر طب احنا عايشين في كوكب الارض ده هو والدنيا منورة في كل مكان وزي الفل اه ما هو كوكب الارض ده بياخد الضوء والحرارة من اقرب نجم ليه طب مين هو يا مستر اقرب نجم الكوكب الارض هو نجم الشمس يا مستر قول احنا لو في المستقبل كان في حياة على كوكب المريخ الشمس هتبقى ابعد من كوكب الارض على المريخ صح لو احنا عيشنا على المريخ طبعا صعب وانت عارف ليه وكلنا عارفين ليه قول ليه عشان عشان ما فيش مية لا لا بص يكشي نعمل عملية توصيل نعتمد على اي حاجة نعمل عملية توخفر ما حدش يقدر يعيش على المريخ الجاذبية عالية مش هيتحرك يعني انت اي دوبا خنحطك في الكوكب ومش هتتحرك لا تروح يمين ولا تروح للشمال جاذبية عالية اقل حركة ليك هتلتصك بالارض مش انت بتاعف تمشي وتطلع تجري تلعب تروح تيجي صح طب ليه الجاذبية على كوكب الارض مناسبة لحركة الانسان طب ما تيجي تروح على كوكب المريخ روح له كده مش هتقدر اقل مجهود ليك هتلتصك بالارض عشان كده احنا ياولاد لما جينا تكلمنا في الموضوع الجاذبية قلنا ان انت لا تستطيع ان احنا نقيش على سطح القمر لان هو بيحتوى على السطس جاذبية الارض اي مجهود ليك هتطير وكمان ما تقدرش تعيش على كوكب مين المريخ طب ليه مستر مش هقدر عايش على كوكب المريخ قلت لأ هنا الجاذبية بتكون عالية جدا 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 انت ما تقدرش ايه لكن المشترى هو اللي لقه اه المشترى اه المريخ اه ممكن نوصل ايه نوصل ليه صح لان الجاذبية بتاعت المشترى بتكون عالية ايه جدا فبيقول لي والله هو جسم معطم لا يشاعي ضوء ولا حرارة وبيستمد الضوء من النجوم هي هتكون مين الكواكب كواكب طيب طب يا ولاد تعالوا نفتكر مع بعض قلنا المجرات احنا عندنا المجرات هي مجموعة هائلة من النجوم وقلت ان المجرات يا ولاد بيكون لها ثلاثة اشكال شكل حلزوني وشكل بيضاوي وشكل غير منتظم احنا من اني شكل فيهم احنا من الشكل الايه الحلزوني 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 وبيطلقوا عليها اسمين يبيطلقوا عليها سكة التبانة او الدرب اللبن اللبن الله ينور عليك طب بالنسبة يا مستر للنيازك قلنا النيازك دي اجسام صلبة يصل جزء منها للارض عندما لو احتكد بالغلاف الجوي بتاع كوكب الارض جزء منها بيحترك طب والجزء الاخر بين رحال الكوكب طب بالنسبة يا مستر للشهب قلنا برضو الشهب يا ولاد أجسام صلبة ولكن تحترق كليا خلي بالك الناياز الجزء منها بيحترق وجزء لا لكن الشهب بتحترق كليا وتظهر في السماع على شكل سهام ضوئية لا السدم دي بتاعت انفجار النجوم ايوة طيب بيقولك النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى كوكب الأرض النايازك ايه ايه النايازك النايازك هي الجزء الوحيد اللي يقدر يوصل لكوكب مين الأرض السؤال اللي بعده بيقولك اسمعوا بقى الموطة دي الصفحة مش باينة الاسكرين مش باينة لا باينة انا مش باينة عندي مش باينة عندي طب ماشي 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 اخرجي اخرجي وخش تاني تمام انا استناك صالة طول يلا يا زهرة عندنا ماشي ماشي ما هي ساعة ممكن ما تصدرش عنده واحدة او اثنين بيكون بس عنده الزوم معلقة يا مستر طول هي قر تمر بها ثلاث دوائل رئيسية رئيسية قررت افريكيا اه قررت افريكيا زهرت عندك زهرت اه السلام عليكم وعليكم سلام ظهرت ولا لسه ظهرت ظهرت تمام بقول لك والله يا مستر قرر تمر بها ثلاث دوائل رئيسية معلش يا ولاد الاجابة كلها في كلمة رئيسية عارفين يعني ايه كلمة رئيسية اساسية ايه هما الثلاث دوائل رئيسية هو خط الاستواء مدار السرطان ومدار الجدي دول الثلاثة الرئيسيتين دول الثلاث دوائل ايه الرئيسية هتكون انا قرر بيعدي فيها الثلاث دوائل رئيسية دول هي قررت مين افريكيا السؤال اللي بعده بيقول لي والله يفصل بين كتلة لوراسيا في الشمال وجندجانة في الجنوب بحر اسمه بحر ايه طبعا الدرس ده بحر السين لا غلط تيسس يا ولاد هنا بيتكلم لك على نظرية فيجنر نظرية فيجنر تيسس 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 اه دي نظرية العالم الالماني فيجنر فيجنر كان عنده نظرية اسمها نظرية زحزحة القراط اللي قال لك والله يا ولاد العالم كله في البداية قيد قطع تيابس واحدة وسمى هذه القطعة ايه بنجاية قال لك بنجاية دي حصلها تصدع وانقصار انقصمت لكم كتلة انقصمت لكتلتين كتلة في الشمال اسمها لوراسيا اللي هي اوروبا واسيا ولاد والكتلة التانية في الجنوب اسمها جندجانة وكان بينهم بحر كده اسمه بحر ايه بحر تيسس بحر اسمه بحر ايه تيسس تيسس لكن اللي قال بحر السين طبعا بحر السين ده من البحر الخارجية ايه تتصل بالمحيط بفتحة واسعة بحر قزوين بحر قزوين ده اكبر بحر مغلق في العالم من البحر المغلق الله ينور عليك يبا يفصل بين كتلة لوراسيا في الشمال وكتلة جندجانة في الجنوب بحر اسمه بحر ايه تيسس يبا لك يحدث الانقلاب الشتوي هنا هتكلم على فصل اسمه فصل ايه الشتاء الانقلاب الشتوي في نصف القرى الجنوبي يبا انا عندي الجنوب بقى في فصل الجنوب بقى في فصل ايه الشتاء عندما عندما تتع يحدث الانقلاب الشتوي في نصف القرى الجنوبية يبقى الشتاء في الجنوب. يبقى أنا عندي الجنوب بقى في ايه؟ شتاء. والشمال بيكون في ايه؟ في صيف. صح? عندما تتعامد الشمس على مدر ايه؟ الجادي. ستصلوا على النبي كده. السرطان. السرطان. لا بصوا انتوا كده لا. كده انتوا مشتتين. السرطان. السرطان. ايوانا اولاد السرطان يا مسلم. يا اولاد سالوا على النبي. بيقول لك يحدث الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي. يعني احنا لو اسمنا الكرة الارضية لنصين. الجنوب والشمال. قالك بقى في الجنوب شتاء. اذا ان الشمس في الشمال متعمد. على مدر مين؟ السرطان. انا قلت يا مستر السرطان. هنا قالك الجنوبي. نصف الكرة الجنوبي. اللي قال كلمة الججي. لو موجودة الشمالي. الججي صح. بس لو قالك في نصف الكرة الايه؟ الشمالي. لا يا مستر. السرطان اول في الشمال. السرطان اول في الشمال. هو بيقول لك هنا بيقول لك بص اسمع مني. هنا بيقول لك والله هذي القرأ الأرضية أسمها لك اتنين السرطان صح في الشمال و الجدي في الجنوب صح بيقولك نصف القرأ الأرضي الجنوب بقى عنده شتاء يبقى في الشمال بيكون عنده ايه هو ألفي يا حدث jeżeli局 اuous ديCK في كرة الأرضية الجنوبة بس ماpiобыش وهوbsلسلشتاء باش بيش في نصف القرأ الجنوب يبقى عنده شتاء نصف القرأ الجنوبية عنده ايه عنده شتاء يبقي النصف القرأ الجنوبية عنده ايه لاب عنده سيف. السيف بيجي. لما الشمس بتتعمد على مدار مين؟ السراطون. هنا الشمس كانت متعمدة على مدار مين؟ السراطون. السراطون. عشان هنا هو عنده بقى ايه؟ السيف. صح? ايو. ايو. هنا حصل شيء تعيي. لما الشمس هنا هتتعمد على مدار مين؟ الجدي. الجدي. ما نحن 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 النقطة اللي بعديها بقول لك الله هي مجموعة هائلة من الاجسام الغازية هنا وصفها لك ان هي اجسام غازية تظهر في السماء على شكل السحابة من الغبار طبعا اللجوم لأ غلط هتكون الصدم طبعا مفتر النجوم بيتكون عنها الصدم لأ النجم لما بينفجر لما الصدم دي بتنشئ نتيجة انفجار النجوم لما النجم بينفجر بيطلع منه غاز بقى انت بتشوفها السحابة من الغبار اول ما تشوفي السحابة من الغبار دي تقوله والله ده نجم وتفجر بس ليه اسمعيني دوت لو حد شمه هيموت ايه لا 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 اولا ما بتوصلش الريحة بتاعته اصلا هي بيكون في الفضاء مسافات بعيدة عنك قوي بعيدة بعيدة يعني مش بيظهر عندنا اساسا ان انت بتشوف الشمس صح ايو هل انت تقرب لها لا هتتحارق صح ايو ايو مع انك مع اني بشوفها اه هكذا انت ممكن تشوف الغبارة بتاعت بتاعت السدم هل هي الريحة دي هتوصل لك لأ دي بعيدة قوي 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 انت شفتها اه لا كانت توصل لك لا صعب ان هي توصل لك دب وهي حرارة النجوم مش بتوصل لنا مع ان فيه النجوم اكبر من الشمس وحرارة الشمس بتوصل لنا ايو عشان هي اقرب اقرب نجم الكوكب الارض اللي احنا عايشين عليه اه يعني كل النجوم ابعد عن الشمس لا بعيدة عن كوكب الارض النجوم الباقية بعيدة عن كوكب ايه الارض الارض مستر هو السدم لريحة الغبار ده لا يعني الغبار ده زي عارفين انتو كده العربية العوادم بتاعت السيارات ايوه ايوه او حاجات سودة كده لو يعني الزيت مش متغير او كده هي دي بكون شبهة ليه السؤال اللي بعده بيقولك والله كان المصر القديم بيصنع ملابسه من ايه ايه من الكتان الانسان المصر القديم ياولاد كان بيصنع الملابس بتاعته من ايه من الكتان من الالات الزراعية التي استخدمها الفقارانة لرأي الاراضي المرتفع ắc طبعا الشدوف اللي يمور الله طبعا انا عندي الادوات زي الفأس وقلت ان هو كان بيستخدم الفأس في تقليب الضرب وي الشدوف طبعا هو كان بيستخدم الشدوف من اجل ان هو من الوايا من الاراضي المنخافضة للاراضي المرتفعة مستر نعم انفعت بقيت على امتحان شديد وه prediction اي حاضر انا بعتلكوا اللينك بتاع ده اللي عايز يخش يحل وحل لا مو ده حلنا وانا افكر الاجابات بتاعته انا عايز واحد غير حاضر بقولك هو خط وهمي يصل بين نقطتين القطبين مرا بمركزها ويعمل عن الخط العمودي ب23 ونص خط وهمي كده بيعدي بزاوية 23 ونص عن مركزها محور الارض الله ينور عليك ده هو محور الارض ده هو محور ايه الارض محور الارض ده يا ولاد ليه اهمية كبيرة جدا جدا ايه هي ايه محور الارض حد يعرف ايه اهمته ايه لا يحصل لو كان محور الارض ده ثابت ثابت مع خط العمودي كانت صدفة شمس الشمس على ايه الارض مفضور كانت ستسقط اشعة الشمس على كل ارضية كاملة لا 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 لن تأتي الفصول الاربعة الفصول الاربعة لم تأتي الفصول الاربعة بتوقيتها اللي احنا عارفينه دي نقطة اساسية خلي بالك من النقطة دي قالك لم تأتي الفصول الاربعة بتوقيتها اللي احنا ايه عارفينه محور الارض ده هو ليه دور كبير اوي 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 في تكوين الفصول ايه الاربعة فالاجابة هنا هتكون محور مين الارض النقطة اللي بعديها بيقولك تدور الارض حول نفسها امام الشمس من ايه ايه من الارب الى الشرق من الشرق ايه للغرب لا الارض بتدور عكس عقارب الساعة قلنا عكس عقارب الساعة تبقى من الغرب الايه للشرق للشرق بيقولك نتيجة دوران الارض نجد ان الرياح تنحرف يمين اتجاهها في نصف الكرة الايه بسبب ان الارض بتدور حول نفسها الله ينور عليه الشمالي صحة طب لو في الجنوب تنحرف الى جهة الجنوبية اليسار ماشي صح ما انت قلت الشمالي هي بتنحرف جهة اليمين في نصف الكرة الشمالي صح طب في نصف الكرة الجنوبية تنحرف الى جهة اليسار احنا قلنا بسبب ان الارض بتدور حول نفسها قالك والله الرياح في نصف الكرة الشمالي تنحرف جهة اليمين والرياح في نصف الكرة الجنوبية تنحرف الى جهة اليسار حتى الاكسام الساقطة هبيحصل لها ايه؟ لا 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 الاكسام الساقطة الاكسام الساقطة على كوكب الارض اثناء دورانه تنحرف بتنحرف فجوة كبيرة في المكان اللي بتسقط عليه تنحرف تنحرف عكس اتجاهها تاني كوكب الارض يا ولاد كوكب الارض وهو بيعمل عملية الدوران حوالين نفسه حوالين محوره لو اي جسم ساقط عليه بشكل عمودي اي جسم ساقط عليه بشكل عمودي هل هينزل بشكل عمودي؟ قالك لا بسبب الدوران ده الاكسام الساقطة عليه تنحرف عن الشكل العمودي يعني ممكن تيجي كده اه طبعا دورانه سريع اه طبعا دورانه احنا ما بنحسش بيه انت بتحس ان الارض بتدور ما انت قاعد يمكانك بقى لك عشرين ساعة حسيت بأي حاجة ايه ايه انا بشوف السحابة بتلف جدا اتا اتا انت لأ ما تبصش للسحاب اقعد على الكرسي بتاعك اقعد على الكرسي اقعد على اللابتوب بتاعك اقعد عشر ساعات هتحس ان في دوران او في عملية تلف لا بس لما بص لسا ما بحس ان الدنيا بتلف ايوة ايوة بس هي بتدور بحرقة سريعة وبسبب الجاذبية احنا ايه ما بنشعرش بيه ايوة احنا مش بنشعر بيه بس بنشوفه او تقدر تشوف جزء منه بس تشوفوش برضو بصورة كاملة رغط اوه مش بنشعرش عاملة ايه فارس جانا عاملين ايه معاك يا مستر عافية تمام طيب يقول لك صناعة الاواني والاباريك والحلية من الصناعة ايه صناعة ايه الصناعة الاواني وال صناعة الاواني والاباريك والحلية من الصناعة المعدنية طبعا المعدنية طبعا احنا اتكلمنا في درس اللي حياة الاقتصادية في مصر اتكلمنا على مجموعة من الصناعات قلنا ان اقدم اقدم الصناعات اللي في مصر القديم عارفها هي الصناعات الحجارية اللي اعتمدت على الحجارة طب وصناعات التانية قلنا على صناعات فخارية اللي بتعتمد على طبي ايه النيل اتكلمنا على صناعات الصناعة صناعات ايه المعدنية اللي بتعتمد على المعدن سواء الزهب او ايه او الفضة ايه المعدنية اه تكون ايه اللي هي ايه المعدن نخاو ارسل ارسل بأسة من الفنقيين للدوران حول افريكي الملك من نخاو طبعا عندي الملك نخاو هو بيكون ابن بسمتك الاول ونول عمل رحلة الدوران حول ايه افريكي طيب طرد الاشوريين من مصر ابن اسمتك الاول ابن اسمتك الاول هو اللي طرد الاشوريين من مصر وابن اسمتك الاول وابنه نخاو ده في العصر المتأخر طبعا يا مستر العصر المتأخر زي ما احنا فاكرين بيبدأ من الاسر رقم واحد وعشرين للاسر رقم كام تلاتين نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط التي هجمت مصر رمسيس الثالث رمسيس الثالث طاقة قررت ايه باكملها في نصف القرى الارض الشمالي ايه غلط امريكا الشمالية غلط اوروبا 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 باكملها باكملها كلها تقع في نصف القرى الشمالي ملهاش جزء موجود في الجنوب انت عندك اسيا اندوناسيا دي موجودة في الجنوب خط الاستواع يعني موجود منها جزء في الجنوب افراكيا في جزء موجود منها في الجنوب امريكا الشمالية في جزء منها موجود في الجنوب اوروبا 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 هي التي تقع باكملها في نصف القرى الشمالي ملهاش حتة صغيرة حتى في الجنوب انتو عارفين ايه اولاد اللي بيقسم القرى الارضية شمال وجنوب خط الاستواع خط الاستواع هو اللي بيقسم شمال وجنوب وخط الجرينيتش اللي بيقسم شرق وغرب صح ايه الكرة الوحيدة اللي موجودة في نصف القرى الشمالي يعني ملهاش جزء خالص في الجنوب يا كرة اوروبا معلومة دي وصلة لكم ايوة يا مستر فارس جانا رغض تمام ايوة يا مستر يرأسها الوزير ويعاونه عدد من كبار الموظفين والإدارة المركزية طبعا الإدارة المركزية قلنا الإدارة المركزية هو لها ترأسها الوزير ويعاونه عدد كبير من مين؟ الموظفين بيقال لك في عصر الدولة ايه؟ نشأة اول جيش نظامي بيقال لك هل هي الدولة الحديثة ولا الدولة القديمة ولا بناتة الأهرام؟ الدولة الحديثة اه تم انه هو عصر الدولة الحديثة او عصر المجد الحربي اول حاجة قلنا الملك فيه هو الملك احمس اللي هو اقام اول جيش نظامي لمصر قلنا انه تحطمس هو اللي اقام اول امبراطورية في التاريخ يبقى اول جيش نظامي لمصر كان في عصر الدولة الايه؟ قال الحديثة كامس كامس طيب بصوا انتو كلكم غلط هو سكن رعا امير تيبة الذي قضى المرحلة الاولى اول واحد يعني يحارب في حرب التحريرة وسكن رعا سكن رعا اللي هو ابو كامس وابو احمس لما سكن رعا توفى جي كامس لما كامس توفى جي احمس بقولك امير تيبة الذي قضى المرحلة الاولى من حرب التحرير هو الملك مين؟ سكن رعا سكن رعا بنركز يا ولاد واحنا بنعرى الايه؟ واللي امتصر بينه مما اللي اتنين احمس احمس اه لان سكن رعا توفى في المعرقة ثم خلفه يعني خلفه يعني اللي جي وراه ابنه الاكبر كامس ثم اللي جي بعد يوم مين؟ احمس السؤال اللي بعد بقولك اتخذ الهكسوس عاصمة لهم في هي مدينة اواريس طبعا احنا قلنا الهكسوس عمل عاصمة جديدة لهم في البلاد اللي هي اواريس اللي هي دلوقتي محافظة الشرقية طبعا انا عايزة اسمع رغط كده في السؤال ده بقولك سكن الانسان الكهوف في العصر ايه يا رغط سكن الكهوف في العصر الحجري القديم الله ينور عليكي هتقولي لي يا مستر الانسان سكن الكهوف في العصر الحجري القديم لكن في العصر الحجري الحديث الانسان سكن ايه الاكواخ ولكن مستر في العصر الاكواخ وبعد كده بدأ يصنع البيوت بتاعته من الطوب ايه اللبن واحب اسمع كده صوت جانا وهتقولي عاصمة الوحدة الاولى مصر دي قبل وحدة معارمر كان لها وحدة ليه الوحدة الاولى بتاعت حكم الدلتا ولكن فشلت الوحدة الاولى كانت عاصمة في مصر ايه جانا جانا انا العيش جانا عاصمة الوحدة الاولى المصر وهنا معرفيتها threatening لا جانا اتفكر فيها و اتجيبها منف يا مصر لا مش منف انا عايزة اقولها يا مستر الوحدة الاولى لا مش طيبة لا انا عايزة اقولها انا يا مصر ايه يا جنة. بوتو. لا بقى. يا مستجوب الثلاثة اه اه اجوبة. لا فيش ارى. ايه هليوبلس. طبعا انا عندي مصر مرت بوحدتين. الوحدة الاولى كان واحد من حكام الدلتا استطاع ان هو يوحد مصر ولكن سرعان ما فشلت. وعمل عاصمة جديدة للبلاد اللي هي هليوبلس اللي هي عين شمس ايه? دلوقتي. الوحدة التانية بتاعت نعرمر هو اللي عمل مدينة مين? منف. لكن هو بيقولك عاصمة الوحدة الاولى هي كانت مين? هي كانت اون. اونه اليوبلس. اسمع صوت كده ميدو وليد. ميدو وليد يقولي والله ظهرت بعض العبادات. لتقديس الحيوانات في العصر الايه? انا مزيدة. انا مزيدة. بديت الحيوانات في العصر. العصر جاية. المعصر حاجة لكي قديم. لا انا عصر حاجة. العصر ايه؟ العصر ايه؟ النحاسي النحاسي الله ينور عليك إن ظهرت بعض العبادات والتقديس بيرجع للعصر النحاسي النحاسي أسمع صوت فاطمة فاطمة أختي فارس فاطمة قوليلي كده هو الإنسان يعرف الزراعة في أني عصر الحجر الحديث الله ينور عليك الإنسان يا أولادة يعرف الزراعة في العصر الحجر الحديث طب ما تقول لأنت يا فارس العصر العطيق فارس السماء ولا التاني لا فارس إنت ثمان العصر العطيق يشمل الأسرتان العطيق الأولى والثانية طبعا إحنا قلنا أولاد إن تاريخ مصر بتقسم إلى تلاتين أسرة بيبدأ عندك بالعصر عطيك الأسرة رقم واحد واثنين تاني عصر اسمه عصر الدولة القديمة بيبدأ من الأسرة رقم ثلاثة للأسرة رقم ستة وده اللي هو عصر الدولة القديمة أو جنات الأهرام ثم جات فترة من الإدمحلال قلنا يعني كلمة الإدمحلال قلنا الإدمحلال هي حالة الضعف التي تسود البلاد بسبب ضعف الملوك طب فترة الإدمحلال الأولى يا مستر بتبدأ من كم قلنا بتبدأ من الأسرة رقم سبعة للأسرة رقم عشرة ثم يجي وراها عصر اسمه عصر الدولة الوسطى قول هو مين اللي بيختار الملوك مانيتون التقسيم ده اللي قسمه واحد اسمه مانيتون هتخده في قولة سنوي مانيتون هو اللي قسم التقسيمة دي مانيتون السمنودي ده مؤرخ مصري هو اللي عمل التقسيمة دي هو الأول ملك أول ملك كذا قالك أول ملك هو يكون نعارمر هو بدأ بنعارمر ليه؟ لأنه هو اللي وحد مصر يخلى مصر دولة واحدة فبدأ بيه طب يا ماشر هو من دلوقتي اللي بيخلي كل واحد رئيس دلوقتي؟ أه العصر الحالي فين بقى في مصر؟ شعب لا في مصر بحصل انتخابات الشعب أه بتحصل انتخابات كذا كذا واحد بيترشح والشعب بيختار اللي هو عايزه أه طب وهو الشعب هو اللي اختار السيسي؟ أه وهم اللي بيعيته دلوقتي معلش عايش النقطة اللي بعديها هو فترة الإدمحلال الأول الأول بتبدأ من الأسرة رقم سبعة قلنا للأسرة رقم كام عشرة قلنا عصر الدولة الوسطى أو زي ما بنسميه عصر الرخاء الاقتصادي بيبدأ من الأسرة رقم كام حداشر للأسرة رقم اتناشر وقلنا بعديه بتيجي فترة من الضعف التانية أو الإدمحلال التانية ومصر بتتعرض لاحتلال إليكسوس من الأسرة رقم تراتاشر للأسرة رقم سبعتاشر ثم بيجي لآخر عصر من عصر القوة المصر أو عصر المجد الحربي أو عصر الدولة الحديثة من الأسرة رقم كام من الأسرة رقم تمنتاشر للأسرة رقم عشرين وبنهي التاريخ بتاعي في العصر المتأخر من الأسرة رقم واحد وعشرين للأسرة رقم كام تلاتين تسة وعشرين من واحد وعشرين تلاتين من واحد وعشرين لتلاتين تمام يمس يقول لك يلا اسمع صوت كده فارس مش فارس اسامة لا فارس فارس بيقول لك كان عهده اكثر حرية من عهد ابوه جده عهد الملك ده كان فيه حرية اكتر من عهد باباو ايه وجده تمام خوفه خوفه انا اللي خايف عليك والله غلط اقولي يا مستر نسيب وياخد الفرصة انا يا مستر لا غلط منقورع يعني كده ما فيش حل غير ده صح هو منقورع اللي كان عهده اكثر حرية من عهد ايه باباو ومن عهد جده طيب كان الملك اسر كاف اسر كاف ده مؤسس الاسر رقم خمسة كان كبير كهنة الاله مين يا فاطمة مستر انا انا اعز اجابي مستر محمد محمد ايه كان الاله رقم رقم ناخد السؤال اللي بعده بيقولك والله انتهى عصر الدولة القديمة بسكوت الاسرة كم كام ستة ستة انتهى عصر الدولة القديمة بسكوت الاسرة كم كام ستة الله ينور عليكم وفي عهد الملك بيبي كام ثاني الله ينور عليكم وفي عهد الملك بيبي الثاني طب يا ولاد احنا كده يعتبر ان احنا حللنا كده عن اجزاء المنهج كلها صح؟ ايه صح هل في دروس عندكم في المنهج انتم محتاجين ارجعلكم؟ لا يا مشاكل طب يعني ان شاء الله بكرة اخشي لحل امتحان ولا اشرف يكون امتحان لحل محل زي ده الاول يحل الاول. ايش. انت بس تركز انت بترى السؤال ماشي. تماما. ان شاء الله القاكو غدا على ايه? على خير. ان شاء الله. ان شاء الله. اه اه انيون هاف اكوشان? نا. هاد بحيكو محتاج اي سؤال? طب ولي محتاج اي سؤال او هيكمل او عايز يحلل المتحالة الالبتروني ممكن يحلو اه يبغت لي tunتي.ولي تبترين okay.okay. KIM حياة يا مرر 의 او 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 شكرا